المؤمن الموفّق يقوم قبل صلاة الفجر ليكون له نصيبٌ من آخر الليل يصلي فيه ما شاء الله أن يصلي ويذكر الله ولو أن الإنسان عوَّد نفسه على هذا لوجد ذلك جنةً في الدنيا بعض عباد الله الذين نعرفهم اليوم يتلذَّذون بالقيام من الرُّقاد إلى الوضوء والصلاة في آخر الليل إلى صلاة الفجر ويرون في ذلك سعادةً عظيمة والواجب على كل مؤمن أن يستيقظ لصلاة الفجر فإن كان رجلاً وجب عليه أن يستيقظ لصلاة الفجر ويصليها مع جماعة المسلمين حيث ينادى بهم وإن كانت امرأة وجب عليها أن تصلي الصلاة في وقتها والواجب على المؤمن أن يتخذ الأسباب التي تعينه على القيام لصلاة الفجر أن يتخذ الأسباب بأن لا يسهر سهرًا يؤدي به إلى أن ينام عن صلاة الفجر انتبهوا يا إخوة قال العلماء لا يجوز للإنسان أن يقوم يصلي من الليل إذا كان يعلم من حاله أنه إذا صلَّ في ذلك الوقت ينام عن صلاة الفجر فكيف بالسهر على غير طاعة الله سبحانه وتعالى وأن يتخذ أيضًا الوسائل التي تعينه على الاستيقاب فإذا اتخذ الوسائل ثم غلبته عينه ولم يكن ذلك ديدًا له فإنه معذور فليس التفريط في النوم فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك أما من يفرِّط فإنه لا عذر له في النوم ولا يكون معذورًا بالنوم بل يا عباد الله إن من أهل العلم من قال إن من تعمَّد إخراج صلاة الفجر عن وقتها بأن لم يتخذ الوسائل التي تعينه على الاستيقاب يكون كافرًا بهذا فالأمر جد خطير والأمر جد عظيم فينبغي علينا جميعًا عباد الله أن نقدر للصلاة قدرها وأن نعظمها حق تعظيمها وأن نستعدَّ لها لاستعدادًا لائق بها فإنها أهمُّ أعمالنا وخيرُ أعمالنا فأهمُّ أعمالنا التي نعملها وخيرُ أعمالنا التي نعملها ومفتاحُ فلاحِ أعمالنا هو الصلاة فمن حافظ عليها فهو على ما سواها أحفظ ومن ضيَّعها كان لما سواها أضيَّع والله أعلم شكراً للمشاهدة